السيدات والسادة مساء الخير لأول مرة منذ عقود لا يكون الشرق الأوسط مسرحا جاء أزمة عالمية كبرى ومع ذلك فإن شضايا الحرب الحالية في أوروبا تمتد أثارها لمنطقتنا بل وتصيب كل شعوب العالم سواء في الغذاء أو الطاقة أو في شتى أنشطة الحياة في كل أزمة هناك دائما أهل للرأي نخبة من المفكرين وخبراء السياسة يحللون الأحداث وينيرون الطريق للرأي العام ولصانع القرار وتعتبر مدرسة السياسة والديبنوماسية المصرية من أهم وأكثر المدارس احتراما على مستوى العالم حصل أساتدة السياسة المصريين على سمعتهم المرموقة منذ عقود طويلة ومنذ إنشاء كلية الاقتصاد والعلم السياسية بجامعة القاهرة أصبحت بيتا للنخبة والديبنوماسية الرفيعة لأكثر من نصف قرن ومنذ نشأتها ارتبط اسمها بأعلام وأكاديميين كبار الدكاترة محمد زكي شافعي، رفعة المحجوب، بطرس بطرس غالي، دكتور فتح الله الخصيب، دكتور علي الدين هلال، دكتور علي المهدي، دكتور هالة السعيد والعديد من أساتدة العلوم السياسية والاقتصاد المرموقين حديثنا اليوم مع اسم كبير في سلسلة هذا الرعيل المحترم أستاذ أكاديمي وخبير في الشؤون العربية والسياسة الخارجية نسأله عن تداعيات ما يدور حولنا هذه الأيام من عواصف سياسية وحرب في أوروبا هذه الحرب تنظر بعواقب كبيرة عن السياسة والحرب والمستقبل حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم